اشتركوا في القناة وعلى سبيل المثال وبموضوع تشكيل الحكومة بالذات النصوص الإنونية سمحت لرئيس الجمهورية ميشيل عون بعد الدراسة يلي أجراها وزير العدل سليم جريساتي أنه يجري رئيس الجمهورية عملية تقويم لنتائج التأخير حرصاً على مصطح العليا للبلد بعد بدء احتساب المهل المعقولة لأنه بتتزايد الشكوك بإمكانية التأليف وبترسخ لاقتنع بالعجز أما بالنسبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري فهو بيشدد على أنه اللي بيحقله تفسير الدستور هو المجلس النيابي ونقطع للسطر إلا أنه وجهة نظر الرئيس المكلف صعد الحريري بتقول أنا رئيس المكلف وبعرف صلاحياتي ويلي نكتب بالدستور فاليوم بعد وقوعنا للمرة المليون بالأزمة سببها الأساسي هو السجال الدستوري المفسر بعدة مفاهيم قديش صار ضروري أمر تحويل الدستور من نص منفتح لوجهة النظر لنص إنوني واضح وصارم ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك ترجمة نانسي قنقر